موسيقى يسعيد لي مساكم وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حياكم بودكاست طبعا هذا البرنامج مقدم برعاية ليجين باي لينوفو بالشراكة مع بي أل جي كل مرة بنجيب ضيف مميز وبنحكي عن لعبة جديدة نازلة بالسوق طبعا قبل ما نحكي عن الضيف وعن اللعبة أحب أن أعرفكم عن حاليا أنا عبدالله الغفري وأنا كنت لاعب سابق وحاليا معلق ومقدم برامج e-sports ومعاي ضيفتي الرائعة ليدي ليلث كيفك يا ليدي؟ مرحبا عبدالله تانكي كتيرا للإنترودكشن وأهلا وسهلا فيك وبالقسط اللي عنا أهلين أهلين طبعا معانا ضيف مميز جدا وهذا الضيف هو أصلا في حياته الطبيعية سيلز منيجر ولكن بالحيات زي باتمان بتحول بالليل وبصير ستريمر لعدة ألعاب أهمها لعبة ايبكس كيفك يا فارس؟ أهلا فيك أول شيء أحب أن أشكركم على الإستضافة الحلوة وأنا اسمي فارس سعادة سيلز منيجر بشركة DTS Solution IT Cybersecurity وبالليل ستريمينج جيمينج هذه حياتي أهلا وسهلا فيك يا فارس طبعا حكينا عن اللعبة قليلة اللعبة ايبكس لجنز سنحكي أكثر عن تفاصيل السيزن الجديد لنازل سيزن ثري والأشياء اللي نزلت فيه والإضافات منها همشي الماب فخلينا نرجع لكم بعد الفاصل الصغير ترجمة نانسي قنقر إلى المعظمين تبدأ من جميع الناس لكنك لديك شخص ترجمة نانسي قنقر 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 ايبكس لا ايبكس تقدر تعيش صاحبك مرة ثانية مش مرة واحدة مرة مرتين ثلاثة حتى لو صار له نوكومات يعني يس يا يا لو خلصوا عليه تقطع هاي الميزة يهمة اللي نزلوها يعني ما في غير ايبكس إذا أنا مش غلطان عندهم إياها فورتنايت ما عندهم إياها هلأ ألا دوهم فورتنايت هلأ ألا دوهم فورتنايت كذا أنا ما أرعب بالجيم ما أتابعها ألا دوهم ما بعرف بس معك بعد ما يموت زميلك باللعبة معك ستين ثانية تأخذ الباندر طبعته عشان تقدر تعمل ريفايف مرة ثانية هاي ده إذا إذا قيت الريس بون مشين مش عند الزوز غير إذا الأشخاص الثاني لذوا الدك مش مستعملينها صح بالفعل يعني هاي الاشي اللي أنا كنت دحكي عنه الميزة هاي مش موجودة يعني هاي موجودة هلأ نزلوها بفورتنايت وبوب جي موبايل وبوب جي موبايل فقط مش بوب جي العادية ولكن بعد ما إيبكس نزلوها فإيبكس هم الأساس بهاي الحركة وذكية جدا وهي يعني ما حسسوك إنه قاعدين بقلد الناس طلعوا بكونسبت جديد وكونسبت ناجح مليون بالمية رينك في سؤال كان انت بدور ببالك شو هذا سؤال أنا كنت حب أعرف شو الكاركتر اللي بتحب تلعبه وليه بتحب تلعب هيدا الكاركتر بالزيت صراحة أنا جرات معظم الكاركترز باللعبة وركزت كلهم ولا معظمهم لا لا معظمهم بس بعرف كلهم شو بيساووه بس لعبت بمعظمهم بس أنا ركزت على ريث أول شي عشان النايف تبعتها بس كونه ما عندي إياها بس بحب بحب ريث لا لديك النايف لا لازم تكون كثير محظوظة عشان تتلع لك في ناس طلعتها من أول بوكسي في ناس طلعتها وجوز من بعد ألف بوكسي يو بايت صحيح يو كنال بايت ما بتكتشتريها نايف هي الوحيدة ما بتكتشتريها لازم تفتح بوكسات عشان تتلع لك يعني جوز تشتري ألف بوكسي ما تتلع لك أنا ملعبت على ريث بتصدع كثير حلوي ليش شخصية شخصيتها تيم بلاير كثير قوي ليش أول شي عندها الاختفاء تختفي يعني إذا اضطريت أنك تختفي وتغرب عشان تجري تهيّل حالك ولا إش وترجع لتيمك موجودة عندها وتاني إشي تجري تساعد زملائك كذا عندها زي تجري تحط زي بورتل نفق و تجري تهرب بالنفق خاضوا كله كل فريق الشخصيتها باللعبة كتير حلوبة أنا بحب ريث عندي فوق 3000 كل بريث لحالها و قررت أصير بلاتينوم دامن سوري دامن هي أعلى ثاني رانك بالجيم ضائل 400 بوينت بوصلها تاني إشي توقس بدي أزيد على إشي لما أنت قارنت ايبكس و فورتنات و باب جي بدأ أقارن الأسلحة كما الأسلحة بالأيبكس تبعونهم أوتو يعني لما تمسك السلاح لحاله بركبه لما تمسك التهاج من سوري لحاله أوتوماتيك بروع الاسلاح بس بجي عملوها حسا بس ما نزلت على البي سي أو سووها على الموبايل و رح نزلو على البي سي فورتنات ما عندها بالمرة لأسلحة تبعونها صحيح صحيح عندهم بس الوان إزار مش غلطة يعني يوزر زي ما بتحكي كويس و ثاني إشي إذا بتأخذ إش عن الأرض وما بيزبط لسلاحك ما بتروح يعني بتشوف إكس عليها ما بتركب هاينا سلاحك هاي مهم لأنه مثلا بجي لما تلعبي برش تخبصي تركبي إشي ما قلو دخل في السلاح تاعك ممكن يخرب على سلاح يكون بيقلل من قوة الإسلاح عندك وبالتالي أنت بتبطل فيك إنك تحارب فيه للإسلاح فهذا شغلة كثير حلوة بأيكتت صحيح يعني عن جد بحاولوا يساعدوا اللعيبة إنه إذا قد فاميليار مع اللعبة فهذا شغلة كثير مهمة إبكس ونجاحة إبكس لجنز طبعا لما نزلت في خلال ثمان ساعات كان فيه ون مليون نيوز في ثمان ساعات امشي إلى ثلاثة أيام وصلت تقريبا حتى مش ثلاثة أيام ما ممكن ثلاثة أيام وصلت لعشرة مليون تتخيلي عشرة مليون لعب كيف عرفوا عنا للعبة إذا ما نزل عنا دعايات أنا هيدا اللي خوتنا ما هو صراحة كل يعني الشكر لشراود ودكتور ديسترسبيكت وهذه اللي عندهم مئات الألاف اللي هم اللي لعبوها وعملوا لها ستريم وصارت الناس تحضرهم والناس تعرف عندهم فان بيس كبير عرفت عن اللعبة يعني صراحة كثير ذكاء ذكاء منهم يعني ما دفعوا كثير هم ما دفعوا كثير بالدعايات ولا دفع بس دفعوا الاشراد وهذا وجابوا لهم وحقق لهم النجاح يعني تخيل إنه يا فارس بعد أسبوع صار عنده خمسة وعشرين مليون لعب فورتنايت ما عملتها في شهر وجوز فورتنايت عبين ما وصل وهذا الرقم اللي هو الخمسة وعشرين مليون تقريباً أخذ شهر وشوية فهي أسرع اللعبة من ناحية نمو صح كثير يعني كبرت فيك فجأة هالهي الجيم أول ما نزلت ما كانت اوبتوميز يعني مثل أي لعبة تنزل جديدة ما بتكون اوبتوميز مصبوطة لللعبة كان فيها شوية مشاكل بس ما كانت هين إنك تلعب أبداً يعني لاغ وطلعك برات سرق كانت اشي جديد كانت اشي جديد وكانت يعني خنقول بيتا بس ما كانت بيتا بس اللعبة هسا يعني وصلوا لدى مرحلة إنه إنه إتس فاري أبتوميز اللعبة كثيراً أنا بالنسبة إلي كأنه إحنا بالشرق الأوسط يمكن النقطة أو السلبية الوحيدة إنه ما عندنا سيرفر عربي ما عندنا سيرفر عربي صحيح يعني أنت لما تلعب هلأ أي سيرفر في العرب أنا بلعب بلجم بلجم هذا البنك كم فيه يعطيني ما بين 114 و 118 يعني هاي المشكلة الوحيدة يعني فورتنات فيها سيرفر بحريني ببجي موبايل فيها سيرفر ميدل إيس بس ببجي بي سي لسه هلا لا بس المشكلة إنه أنت ما بتغير السيرفر طبعك ببجي شلوها شلوها بس هلا بتلعب لويغ Galileo بتلعب بسينغوبور وما بدك تلعب أي لعبة على سيرفر سينغبور كلها هاكرية مرح تسمر بلموك أنا كنت تلعب على سيفر سينغبور The amount of hackers اللي كانوا موجودين بسيرفر كامش طبيعا مممممممممم ثم ايباكس بها سينغبور سيتي دوكار بسinh Nineveh بس لا تسة تهمتنة اللبخة يعني انتصر الله يمكن الله أن نستبدأ أحد ضربكfun найтиiffs angels أو ما يصبح عارسه يحدشي تبدأ يصرف عببي ويجب أن يكون ذلك. سبيد. يمكن أن يكون هذه الأشياء الوحيدة التي يجب أن يعملون عليه أن يفتحوا سيرفر عربي. لا أعرف كميونيتي كبير. فأنا أدام الألعاب مثل فورتنايت يرون أن الميدل إيست لدينا لعبة ويرون أنها لعبة كثيرة ويجب أن يشتكي. لكن مشكلة فورتنايت لديك ستريمار والإنفلونسر واليوتيوبار أقل واحد عنده ثلاثة مليون من الكبار. صحيح. إيبكس لجنز لا لدينا ستريمار باللعب. لا لدينا إنفلونسر أو مؤثرين عرب كبار. ممكن يحكوا كلمة ويتوصل كلمة للإي إي إي وبعدين ينزل السيرفر. صحيح. ولكن في فورتنايت شفنا مثلا ديفل ستيشن على نزل تويت وظلوا يحكي يحكي. بالأخير فتحوا السيرفر عنده. يعني في بيته وفي البحرين يعني. فهذه الشغلة اللي إحنا ما لدينا إياها بالوطن العرب. ولكن أنت يمكن مع ستريمك ومع نموك إن شاء الله يعني. إن شاء الله يوم من أيام. المفروض تتضامنوا لحتى تطلعوا. عملوا لكم شي فيديو. خليوني يفتحوا السيرفر. صراحة. بدها. بدها الصراحة. بس أنا بحس إنه تلعبي مع مجتمع الغرب أحلى وأصعب. ما بعرف ليش بس بتحس اللعب. تحس فيه. تحس فيه. تحس فيه. تحس فيه. و لازم يعني. كو عندك مهارة عشان تعرف تلعبي. أوكي. طبعا عنا يعني. السيزن الجديد اللي نزل. سيزن ثري. نزل فيه أكثر من شغلة منها الماب. ماب ميلت داون. ناس كثير تحمست لهاي الماب. أنا زمان كنت يعني كان. أكثر انتقاداتي كان. أين تبدو منزل الماب يخز. الآن صاروا منزلين كم ماب. ثلاث مابات. ثلاث مابات. ثلاث مابات صاروا منزلين. هاي أحد المابات الجديدة ونزلوا سلاح جديد. ونزلوا. وانهندرد لجندري سكنز. يعني بتفتحهم بالباتل باس. صحيح. في كثير أشياء ضافوها بهذا السيزن. أنت بتلعب كثير فشو رأيك في هذا السيزن. السيزن ثري أول ما نزل ما حبيته. أوه. يس. أول ما لعبتها قلت أنا حترك ايبكس. ما راح لعبها. سيزن ثري. أول ما كثير كبيرة. إذا نزلت بآخر الماب. بيوز بدك عشر ديائك تلاقي واحد ثاني. تطول اللعبة. يعني بتصير مملة. خاصة أنه أنا ستريمر مملة. اللي بتفرجوا. أنه. فيش فيش تخطخة. فيش حمال. بس. عم تأخذ شغلات من الأرض. أسلحة. طلق. بس. وغير هيك. اللي. الريد زون. كانت كثير أسرع من السيزن القبل. وكانت ضرك أكثر. سيزن ثري. هس عملوها. الدمش تباح كثير أقوى من سيزن ثو. والسلاح الجديد. اللي هو اسمه تشارج ريفل. كثير قوي. بس إذا أنا مش غلطان. هلأ عملو له. نيرف. وظبط الدمش تبعه. بس بشكل عام كثير حب الماب حسا. أنا صراح صورة حبها الماب. بس إذا تقول لي أنو سيزن ثو. سيزن ثري. لا أنا بفضل الماب القديمة. هم. هم بالعادة. يعني ريسبون لما ينزلوا. سيزن ولا أسلحة. ولا تأثر. بسمع للكميونيتي. أنا لاحظت فيهم. يعني أول لما نزلت اللعبة كان الوينجمان. مش طبيعي. كان سلاحي يعني لا يعلي عليه. ضربتين بتشيل لك أي واحد. أي سيزن ثري؟ أول أول ما نزلت اللعبة. أول سيزن أوكي. لما أول ما نزل يعني كثير ناس اشتكوا عليه. كان شراودي يأخذ ويضرب ضربتين. يأتوا لكل حدوير. فعليا. مثل مزنبيق. مثل مزنبيق. بعدين عدلوا. ضلهم عدلوا. ينزلوا ويضبطوا. فهذا الحلو فيهم ريسبون. أنهم بسمعوا له الكميونيتي. وهي شغلة كثير مهمة. طبعا هاي حديثنا كان عن ايبكس لجنز وعن السيزن الجديد. وعن الإضافات الجديدة. وعن نجاح هذه اللعبة الرائعة. ولكن احنا بدنا نعرف اكتر عن فارس. عن بلاديس. بدنا نعرف عنه اكتر. بدنا نعرف عن حياته. عن ستريمه. عن كيف دخل. لانه عنده شغلة مهمة. هنحكي عنها هلا. انه ستريم تاعه بكون المجتمع الغرب اكتر. فهاي النقطة مهمة. هنحكي عنها بعد شوي. ستيليش على الخارج. سابج على الخارج. لينوفو. طبعا بعد ما ناقشنا عن اللعبة. وناقشنا الموضيع كثيرة. تحبين نعرف عن بلاديس. فارس. يا فارس يا فارس. طبعا فارس. زي ما حكيت انت شخص سيلز منجر. ولكن تعمل ستريم بشكل مكثف. ريم كان عندها سؤال. يا فارس الأحلام. شلي خليك تبلش تعمل ستريم يعني. شلي دافع اللي خليك تعمل ستريم. وليك ضليت عب تكثف فيه. الصراحة اللي خلاني أفوت ستريمينج. اللي هو عبدالله توكس. أولا يعني تلع من أمرك شي عبدالله. أنا كتير بحب الجيمينج. وداما كنت ألعب سيس جو. كنت داما أتفرج على توكس. هو بعمل ستريمينج. لا. وصراحة لا. وصراحة لما شفت قل خلينا أجرب. كذا أنا أحب أحكي مع العالم. أحب أشارك مع العالم. قلت خلينا أجرب أعمل ستريمينج. أشوف كيف. صراحة أخذ شوية معلومات من توكس. وتوكس ساعدني. وجربت. صرت أعمل أبغريد البي سي تبعي. صرت أجيب مايك. ليس مايك تبع تسمى على ستعمل. قاعد تقريبا ثمينة شهر أعمل ستريمينج. وصراحة صار عندي مشاكل. ووقفت وجوز لأربعة خمسة شهر. بعد ذلك. رجعت وتفرج على توكس. وهو يلعب ستريمينج مرة ثانية. واتحمست. رجعت. شتريت بيسي من أول جديد. وشتريت شاشتين. وشتريت كل العديد بعت ستريمينج. وخاصة شتريت الجرين سكرين. تبعت الستريمينج. وإلي سنة بعمل ستريمينج حسا. وصور التويتش بارتنر. أثر فيك. أثر فيك هيدا الشي لما أنت تركت الستريم لأربعة خمسة شهر. حسيت أن الفولووريس تبعك. فولو بيس. نزل لتحت ولا رجعت. الفولو بيس. ما نزل كثير. بس لما رجعت. لستريمينج. يس ما حدا كان يتفرج. كذا أنا. بعت فترة كثير. وبعت عن السوشي ميديا كما. كيف بدأت من سكراتش. يعني خنقول. بلشت من الصفر. بس تعرفت على مجتمع. بره. ودخلت بي كمينيتي. اسمها The Grizzly Nation. وساعدوني. وصلت للمرحلة. أنا وصل في هسا. اللي هي تويتش بارتنر. مبروك. الله يبارك فيك. يعني تويتش بارتنر اللي ما بعرف. إذا بدك توصل تويتش بارتنر. شو المتطلبات تحكي لنا. لازم تعمل ستريمينج اسبوعي. 23 ساعة. لازم يكون عندك. 25. 75. سوري. لشهر كامل. لازم يكون 75 كل يوم. يحضروا. يس. ولازم تعمل ستريمينج. إذا أنا مش غلطان. ست أيام بالاسبوع. ولازم تكون أيام مختلفة. يعني ما بتقل تعمل. يعني مرتين بالجمعة خنقول. ما بتنحسب مرتين. بتنحسب مرة واحدة. مش أغلة. مش سهلة يعني. يعني لا أنا تويتش بارتنر ولا ليدي ليلة تويتش. بس يمكن لمستقبلا إن شاء الله نوصل لها. شكلي أنا رح طلع لي تويتش بارتنرشيب قبلك يا تاكس. لأنه إنجاز حلو. إنجاز يعني بساعدك برضو بحياتك يعني. أجاني تويتش بارتنر وأنا بإجازة عمّن. والله. قدمت لأوصلني الأبليكيشن وأنا هنا. عبيت الطلب. وكتبت لهم مشاعري عن تويتش. وصفرت لمرجعت. إنه قدمت لأوصل درجاء لأنه ليس قليلاً ناقراً العvordanπόتش. إنه ليس مقاعدة ولكن أعتقد أننا المجتمع العربي لا يوجد تويش بارتنرات كثيرة ويجب أنهم من العرب المجتمع العربي يصيروا تويش بارتنرات أنا أخذتهم من أول مرة أحياناتنا مقابلة لدي أصحاب أميركا صاروا مقدمين ثمان مرات وعندهم فوق ثمانمائة سبسكريبشنز على القناة تبعتهم وأنا ما عندي إياهم وهم رفضوا ثمان مرات شكراً بطلع على شي معين طيب فارس يعني إذا أنا أبدأ أعمل لك فولو هلا أو لدي ليلة تحبت يوم الأيام تفتح قناتك وبدأ تعمل لك فولو شو المميز عندك بقناتك شو اللي بجذب الناس شو اللي يعني أعمل لدعاية هسا أول إشي إنتوا لثنين هتعملوا لفولو بدون ما أعطيكوا دعاية مبدئية أنا أريد أعمل لك فولو أنا أفكر بالموضع أقنع أقنع ريم لأن ريم ما هلا أول إشي شخصيتي أنا بحب أحكي مع العالم مع الـ chat اللي يدخلوا عندي يعني تلاقيينه أنا بلعب أتفرغ على الـ chat تلاقيينه بحكي مع الـ chat تلاقيينه بلعب اللعبة نفس الوقت وهي كتير مهمة بالـ streaming صعب جداً وكتير مهمة الـ chat اللي عندك اللي يجي بحضروك بحبوا يحكوا معك بحبوا يشوفوا أنه أنت فعلياً أعطيهم احتمام كذب آخر أنه أهم إشي عم بعطوك إياهم وقتهم غير هيك أنا في شي بالتويتش اسمه sub to subscribe أنا عندي اللي يعمل تير 1 و تير 2 لهم إنترنس يعني بيجي يفوت على الـ chat عندي ويعمل خنقول explanation mark tux تلاقي تطلع فيه gif وغنيلة إليك أنا بعرف أنه تكس فات عندي على stream تير 3 sub عندي الميرتش تبعي سوف أعطيهم موقع يفوت ينقى أي بلوزة بديه مثل تيشارت اللبسة مثل تيشارت اللبسة أو مك أو أي شيء ينقى وأنا بشحاله هو المكان والله نعم مشغلة كثير أنت هيك تعملي مع الفلورز يعني عشي ريم كان عندها سؤال برضو صح لفارس شو كان سؤالك لفارس سؤالي كان كيف تزوج بين حياتك الشخصية والشغل والstream كم ساعة تقض على stream عندك و كيف تزوجه بالجنور السؤال جدا صعب جدا الآن كنت أعمل stream كثير يعني باليوم جوز 7-8 ساعات بس هلا خاصة إني خطبت جديد مبارور الله يبارك فيكي عم بعمل ستريمينج تقريباً ثلاثة لأربعة ساعات خمسة يام بالأسبوع هلا أنا دوامي من الثماني إلى الخمسة طبعاً بفيك ستون السبعة بروع الدوام برجع هل كان بس بنفس الوقت لما أقعد على البي سي خلاص تلاقي عندي فيه طاقة جديدة أنا ألعب وعمل ستريمينج تسعة بالليل شانا أقدر أروح ألحق أرتاح أو كل لقمة بعدين أبدأ على التسعب هلا إذا سحب وثاني يوم عندي دوام عادي مرات بسحب الواحدة ثنتين ثلاثة صبح بنام أربعة خمس ساعات فرجع بقعد دوام لذلك لديها شيء شغف نعم كثير بحب أعمالها وخاصة ايبكس أنا أحب ألعب كثير لعبة هذه لذلك هذه هي حياتي والله يعني فارس قشعر بدني بصراحة يعني شخص كثير ددكيتد وكثير بحب اللعب والستريمينج مع انه شغله وخاطب يعني حياة مليئة بالأكشن صراحة يعني كيف أنك تقدر تعمل بلانس برابو عليك يعني وتستاهل فالو قوة ما تعملين فالو نتفكر بالموضوع يا سيدي ما عملت فالو هي الخسرانة أنا يمكن أعمل لك فالو بسكرم التي شيرت صراحة مغرية يا عزاد مغرية حلو كثير طبعا شكرا يا فارس على هذه المعلومات المهمة حنلعب هلا كمان شوي أنا وفارس جيم ميكر رجع في الزكرات لأن كنت دائما ألعب مع فارس أنا بتشوفي ما نرضى إلا بالأول طبعا هلعب أنا وفارس جيم بلاي سريع هيك دوز وإن شاء الله نفوز ستايلش على الخارج سايفج على الخارج ليجيون بلينوفو طبعا هلا هلدخل أنا وفارس جيم بلاي أنتم ما شفتوني بلعب الله يستر جدا الله يستر زمان مش لاعم حنلعب أنا وفارس طبعا على لابتوبس ليجين باي لينوفو طبعا الموديل هو واي 530 لابتوب رائع جدا أنا شخصيا جربته هلا هجربه هذا اللابتوب يا فارس الرافك كارد بوصل لـ 1060 الستوريج بوصل لـ 2 تيرا بايت الرام في 16 جي بي البروسيسر i7-8750H الرفرش ريت 144 هرتز فهي شغل كتير مما طبعا لايت ويت وفي مكيفات وما بدك في فتحات هوا لابتوب جميل جدا ريم شو رايك بالاكسيساريات راح الاكسيساريات خرافية عنا الـ H300 7.1 Dolby وفيه نوز كنسلاشن وكمان عنا الماؤس 5 بوتنز M200 بيوصل الـ DPI لـ 2400 وRGB كمان واو نعم فعلا الشيء رائع جدا للبيع ممكن إذا نفوزنا اليوم أنا وإياك كل واحد بدنا سيطلع بلابتوب أم يعني ما رح تطلعوا بلابتوب أه هاي ما شافتني شو أنا بلابتوب أه هلا بنا نشوف لعبة أنا مش خايفيني عليك أنا خايفين على التيم ميت اللي معاك ونأخذ البانر تابعته أمم خليه معاك ما تعمل له الريسبون طبعا حاليا احنا عملنا رادي ومستنى ندخل على الجيم بلادي بدنا نفوز ولا ما بدنا نفوز هلا من نفوز إن شاء الله المهمة ريم هتشجعيني ولا هتشجعي فارس حجاجة اللي بدل عايش يعني أنا رح اطلع على عندك رح اطلع عنده وشوف من اللي عم بيطلع كلات ما هتشجع اللوزرز هو بلعبه كل يوم أنا يعني لزمان كنت ألعب ممكن شجعك كرملح أعطيك كموتيفيشن شكرا الله أحرشتك أنا برعبت اليوم على الجير تبعتي على البيسي تبعي أول مرة ألعب على لابتوب لا لابتوب هذا يعني أحسب من الفيسي اللي عندك صراحة اللابتوب كثير رائع و هيعجبوك هتعجبك الأكسيسوريز بالذات يعني الماوس صراحة جدا رائع أنا أول مرة ألعب هاي الماب كمان المسكة تبعت الماوس رهيبة أعلم لنرى الله يستر أين بدك تأخذنا أنا أعطيك الكابتن إلىك صراحة أنت هتختار ريث أه أنا هاخذ بنغالور احذر السموك احذر السموك احذر السموك احذر السموك إن شاء الله اللي معانا يطلع كويس هي يعني قبل فترة كان فيها الدوز شلوه 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 شلوها فلا بدخله معانا لاعب عشوائي ولو معك بلاديز وعم تقول إن شاء الله الثالث يكون شاطر أعتقد بلاديز بلاعب عكتنين يعني إذا أنا إذا بلاديز وقع وأنا مش خادر أساعده على الأقل بواحد الثالث يساعدنا الاعتراف شوف فضيلة شوف عندي سيكس وينتز تعرف شو لحظت إشي أنه الأوروجين بيسيب تبعونا الكيبورد أنا لم أغيرت شيء بالكيبورد محدودة كلها كما هي أنا أعطيتك إليك الجامب ماستر أنا أقول أننا نحصل هنا المشاهد رائع أني يجب أن تحكي أو تعملها في اللعبة تحكي لا عليك شخص مثلا لحكي السلاح أتكلم أأتكلم هناك الكثير من أفريقا لنصبتها خذنا على الجو الحلو سننزل ونموت صاحبنا الثالث سنكون معنا هنا الثالث أين؟ نحن الذهاب نذهب عن هذا الطريق سأذهب على اللقاء هل هو بلد؟ نحن نزل معك سراحة هذا المكان يكون نزال بأمان مصلاح مصلاح 1. مصلاح الأسلحة المصلاح الأسلحة مصلاح الأسلحة مصلاح الأسلحة الأسلحة مصلاح الأسلحة مصلاح الأسلحة يجري أن أذهب إلى هذا المحل يمكن أن تجد أسلاح يمكن أن يكون شيئ جيد في هذا الطريق إنه إذا نحن صعب أن نحاوله لا يجد أسلاح ماذا تجد أسلاح جديد؟ هناك أشخاص هنا هناك بلوشيلد هنا هل لديك أنت واحد؟ نعم، أخذوه 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 نحن نضرب نحن نضرب يحن نضرب يحن نضرب أين تظن نعم، أتطلع هل ستبقى؟ هل ستبقى؟ هل ستبقى؟ هل ستبقى؟ أم ماذا؟ ما اسمها؟ كفارس أظن أنهم تحتويين هل هم نضرب؟ نعم، لم تتمع هل هل تبقى؟ تبقى؟ نحن نضرب تجربة حياتي تجربة حياتي تجربة حياتي تجربة هنا مفتاح تقريبا فاندويتشت ما لقيت هذا السلاح هذا السلاح شكله كأنه زي سنايبر شايف بالله طبعا هذا كان الجيم بلاي لليوم لعبة ايبكس لجند يعني فارس سوري صراحة ما ساعدتك بس يعني ما فيها مشكلة جيد جوب العتب مشاعله العتب هون طبعا هل رجاء لكم بعد شوائب فقرة القيبوة ستيليش على الخارج سابيج على الخارج لينوفو سيجمنت الجيباوي اللي بهمكم واللي بتحبوه واللي بنوزع فيه جوائز مجانية للناس طبعا بآخر حلقة كنا بنحكي عن فورتنايت وسألنا سؤال هو إيش اللي بتحبوه بشابتر 2 أو شو اللي بتكرهو بشابتر 2 بفورتنايت كان في عنا شخص اخترناه اسمه طارق كان تعليقه ملفت طارق شو قال شو قال طارق قال شو قال نا أنت قال لي طارق قال أنا حبيت شابتر 2 حبيت الماب الجديدة لأنها يعني نزلت أماكن جديدة نعنشت السين تاع فورتنايت وحكا بكره شغلة بكرهها بشابتر 2 هي الصيد بحكي كل ما يجيب السنارة كل ما يجيب السنارة بحس حاله لازم مرغوب أنه لازم يروح على البحر يصيد وبعتلوه هو بصيد فهذا كان تعليقه يعني أنا جبت لكم خلاصة تعليقه ولكن ألف مبروك لطارق ربح معنا طبعا ستين كارد بقيمة 20 دولار طبعا بالنسبة لحلقة اليوم إذا حابين تشتركوا بالجيباوي ادخلوا على قنواتنا بي الجي باز سواء على الفيسبوك أو التويتر أو الإنستغرام اكتبوا تعليق مع هاشتاغ حياكم شو اللي بعجبكم في سيزن 3 بأيبكس لجنز وشو الكاركتر اللي بتحبوه وحنختار أفضل تعليق وحنعطي جائزة قيمة إن شاء الله بالحلقة الجاية طبعا كانت هاي حلقتنا لليوم صراحة الوقت بمشي بسرعة يعني تزعل أحيانا أنك ضيوف مميزين بيحكولك عن قصصهم الرائعة ولكن حبيبي فارس يعطيك ألف عافية طبعا عافيك يا رب وشكرا على الاستضافة حبيبي إن شاء الله نشوفك بحلقات جاية ريم يعطيك ألف عافية ألا يا عافيك عبدالله وثانكي كتير لأنه جيت وعطمنا يا بلاديز لا يلي الشرف أهلا وسهلا فيكم نشوفكم إن شاء الله بالحلقة الجاية الأسبوع الجاي أعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر